السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس معه تمييز المعطيات الوثيقة الصلاة بالوضعية إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى زارت مريم معرض صناعات التقليدية شرت مزهرية وحصالة لوّن أثمان مشترايات مريم أثمان مشترايات مريم خمسة عشر دينار ثمن مزهرية وثلاثة دنانير ثمن الحصالة الوضعية الثانية نظمت مدرستنا رحلة إلى متحف باردو على متن حافلة عدد مقاعدها خمسة وخمسون شارك في هذه الرحلة ثلاثة عشرة تلميذة من السنة الأولى وعشرونة تلميذة من السنة الثانية وسبعة عشرة تلميذة من السنة الثالثة أولاً احسب عدد المشاركين عدد المشاركين هو ثلاثة عشر زائد عشرون زائد سبعة عشر يساوي خمسون تلميذة ثانياً ضع المعطى الدخيل في الدائرة المعطى الدخيل هو عدد مقاعد الحافلة خمسة وخمسون الوضعية الثالثة بمناسبة عيد الأطحى المبارك باع فلاح ثمانية عشر خروفاً في مرحلة الأولى وأربعة عشر خروفاً في المرحلة الثانية وستة عشر خروفاً في المرحلة الثالثة وبقى له اثنى عشر خروفاً أرد الفلاح حساب الخرفان التي باعها أولاً اصطر المعطيات التي تساعده على الحل المعطيات التي تساعده على الحل هي ثمانية عشر خروفاً أربعة عشر خروفاً ستة عشر خروفاً ثانياً احسب عدد الخرفان التي باعها عدد الخرفان التي باعها ثمانية عشر زائد أربعة عشر زائد ستة عشر يساوي ثمانية وأربعون خروفاً